بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام أهلا بوث الرحمن الرحيم عن سيدنا عبد الله بن سعود رضا عنه قال خمس كلمات لم يقلهن عبد المسلم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وتبارك الله إلا وقبض عليهن ملك فجعلهن تحت جناحه ثم صعد بهن لا يمر على ملأ من ملائكة إلا واستغفروا إلا واستغفروا لقائلهن حتى يجيئ بهن عرش الرحمن أو وجه الرحمن سبحانه وتعالى بعد أن تصل هذه كلماته إلى العرش تطوف حول العرش ويكون تحدثه أو تذكره بصحيبه عند رب العميد ويكون لها دوي كدوي النحل نزولها عظمة الزكر هذه خمس كلمات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وتبارك الله وعبازة لو قلت في الركوع والسجوت لماذا؟ لها مجرد اقتراح سيد عبد الله بن سعود من كبار كبار الصحابة سادس صحابي أسلم على وجه الأرض وهو من كبار علماء الصحابة أولا يتكلموا بذلك إلا عن علم عن الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أنت لو تقول الخمس كلمات دول يقبض عليهن ملك ويجعهن تحت جناحه ثم يصعد بهن لا يمر على ملأ من الملائكة إلا واستغفروا لقائلهن فيه كم ملأ فيه كم ملك في السماوات يعني تعرفين مساحة السماوات السابعة ده إيه؟ يعني شيء لا يوصف يعني سماوات السابعة كم ملك في السماوات لو قلت لو قلت ألاف المليارات من الملائكة يومباما يكون أقل من فتصور بقى الملك رحلة طويلة من السماء الأولى إلى السماء السابعة ما بيمرش على ملك على ملأ من الملائكة إلا والملأ ده والملأ طبعا ده معناه جامع عظيم لا يعلم عدده إلا الله سبحانه وتعالى إلا واستغفروا لقائلهن هذه الكلمات حتى تصل هذه الكلمات إلى العرش وتطوف حول عرش ويكون لها دوي كدوي النح وتذكر وتذكر بصعب أي تتكلم عند رب العالم سبحانه وتذكر إذن الكلمات دي هتكون سببا في استغفار ربما مليارات الملائكة لك للا مبلغة فحبزها لو كلا تهزيل الكلمات أثناء الركوع والسجود لما عدد كبير جدا جدا ملائكة يستغفر لك أثناء الصلاة يكون لك ذلك أوقع في قبور الصلاة كنت ذلك أوقع في قبور الصلاة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وتبرك الله تفرقوها في السجود مع أسخار الصباح ومساء المهم يكون لك ورد يومي نهزيل الكلمات لها تجل بلك استغفار مليارات الملائكة وأنا سأكتب لكم الحديث تحت الفيديو سخون شوم ورش في هذا العلم في طوام عظيم العلم علما في الله وأجر من عمل بيها من القيامة ناقذ لك ورد يومي اشتركوا في الجرس وأنا أصلكم كل جديد ويساعدوني عشرة سنة روية قولوا لك أولاد أشتركوا في القناة اشتركوا في القناة